نهال انت بنت إنا جنوب مصر الصعيد اللي تربى صعيد كله تربى على سماع السيرة الهلالية سماع قصة أبو زيد الهلالي حكينا قصتك بدأت إزاي مع السيرة الهلالية وإيه القرار اللي خلاكي تخديه كده أنك تقتحمي مجال كل اللي فيه أو كل النجوم اللي فيه رجال كل الجنوبيين أو كلنا في الصعيد بننشأ على لحن السيرة بتمشي في الشارع بتلاقي الأهاوة مشغلة سيرة زمان كنت تلاقي راجل قاد بربابة بيقول سيرة كل حاجة عندنا هو لحن في كل مكان يعني فن جنوبي مهم جدا 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 هي السيرة الهلالية كله بيسمع فأنا طلعت بسمع ده في بيتي رغم أن أنا ما نشأتش في الصعيد ونشأنا هنا في القاهرة بس بابايا كان بيجيبها شراية كسد فخلاص ودهنا متعلقة نسمع اللحن من بعيد لأ دي سيرة خلاص معروفة أو والد مربعات فده التعلق بقى من الصغر بس ما كنتش فهمة الكلام لأن اللكنة كانت شديدة جدا كلام صعب قوي كمان جدا وكمان المربعات يعني الواحد بعد ما كبر بقى وبحث في الموضوع المربعات فيها مصطلحات فيها جناس تام فمش فهمين الأولى معناها إيه والتانية معناها إيه وكل ما تيجي الحدث مربعات هي الأشعار أه أربع أربع شطور المربع أربع شطور المربعات فيها جناس تام فتبقى مش فاهم لازم تجيب اللي قبله واللي قبله يرجعك لللي قبله وبعد كده عاوز تعرف اللي بعديه فالموضوع لقيته كبير جدا فده بداية بالتعلق بالسيرة اللي هو إحنا بننشأ عليها أساسا من البداية طيب أنت بتحكيها إزاي نهالي يعني أنا ما معرفش قوي الموضوع ده يعني أنا ما كنت بشوف أه حد بيعزف عن الربابة بس بصراحة ما كنتش عارف هو بيقولي فأنت بتحكيها إزاي؟ هي دايما بالسيرة كله متعود أن هي بتتقال هنا طب ليه الناس بتسمع مقاطع ومش عارفين مين بيحارب مين؟ يجي يقولك جال الملك أبو علي والكل حضرين هو مين أصلا الملك أبو علي؟ مين يعرف أن الملك أبو علي ده هو حسن بن سرحان مين؟ محدش يعرف لأن بيسمعوا جزء جزء وكل جزء مالوش علاقة بالجزء اللي بيتقال من حد تاني دوا في المجتمع المعاصر أو في الغنى المعاصر أخدوا مقتطفات لكن لما بنرجع للرواء الأصليين لا هم رووها كاملة الشيخ جابر أبو حسين الله يرحمه عم سيد الضيوة الله يرحمه كل دول الحاج علي جرامون الله يرحمه كل دول رووها بشكل كامل بس مين كان بيسمعهم؟ الناس معينة اللي بتسمعهم لأن والدهم للسيرة تقيلة وبمصطلحات شديدة قوي اللي بيقوله جديد بيبدأ يغير بس في الكلام يجيب نفس المعنى بس بحاجة درجة بس زي بتحافظي على تجانس الأبيات زي ما أنت كنت تقول لا أنا مش بعرف أو مش بحب ألعب في الأساسيات لا هي تقلت كده طب أنا بنقل للناس مثلا المربعات زي ما هي لكن أنا بس ردلهم الحدث فبيفهم المربع هنسمع منك هنقعد دولت ونسمع منك كده ونشوف أحلى أولا موسيقى موسيقى